هاتي لاشوف انتو شو دخلكون تشوفوا شو مكتوب التقرير تبعي اه ألف الحمد والشكر إليك يا رب امي ها شوفي لك ليش شأتي تقرير الدكتور لأني ما بدي اتضايق أبدا هالدكاترا ما بينفع وغيري سموا بدن الواحد شو مكتوب بهالتقرير امي شو بدي يكون اه يعني نتيجة تحليل دمي الكوليسترول ونتيجة السكر اذا طالع ولا نازل دخلك ما لها معنى أبدا بس هالتقرير بيخصني إلي شو ألحكي بنتي اه يعني انتو إلا ما تعملولي مشاكلك اليوم شو صاير لكم لك بنتي بس مكتوب اسمي عليه أنا شفته أمي ديما انت شو عم تقولي هذا التقرير ما له علاقة فيك بنوب يعني هلأ أنا عم كذب عليكي فاهميني لا لا عفو أمي أنا ما عمقول انك عم تكذبي بس مكتوب اسمي أنا عمقول ما له علاقة فيكي أبدا خلصنا خنقتوني لسا انت وزياد بيك عم بتنقوا علي وبعدين أنا ما خرفت لحتى تكوني بالصورة اه امي اه رح نعمل جاج بالفرن للعشر ايه طيب كتير بنتي وعملوا رز جنبه لأنه عمران بيحبه كتير عصيرة عمران شو لهلأ ما رجع هو ورفيف لا ما رجع بس كأنه عمران بيك مهتم فيها كتير مو هيك والله غريبة هالبنت ايه رح يهتم فيها طبعا ليش شو فيها البنت بيحاجة ايه معك حق عمران بيحب يساعد العالم وما بيقصير شكرا انتي على شو عم تلمحي قولي اه ما عم لمحها شي بس انتي ليش عصبتي امي انا شو حكيت هلأ شكران ما حكيت شي ديما بعدين انتو التنتين بيكفي حاجة تتنقروا على الفاضي انا بس عم قول انه عمران مهتم فيها كتير وما قصدي شي ابدا وبصراحة انا محترمته كتير ولا ما كانت تسكوت بس عم يترك كل شغل الشركة عيعقوب وعم يرجع جوزي تعبان عالبيت يعني اخوه بيظل اهم منه شكران يلا انتي قومي عالمطبخ وقولي لون يساوي رز بشعيرية اصحك تنسي ماشي هلأ بقلهم بس رحقلهم يعملوا الرز بالحمص يعقوب هيك بيحبه لان عم يرجع تعبان وعلى اقل لازم ياكله شي لامة طيبة ديما حبيبتي انت كتير صايرة عصبية باخر فترة ما بصير كل شي تتدايق منه يا بنتي امي ما عم تشوفيها هي عم تسمعني حكي طول ما لا قاعدة وتحكي انت سمعي حكيها وطنشي عمران لا هلأ ما ارجع طول كتير حبيبتي انت سب Lam سبرا ياربتي و explored